اشتركوا في القناة اضاف الوكيل المساعد بان المفتشين يواصلون جهودهم في التواجد في الاسواق المركزية ليليا حتى ساعات الصباح الاولى للاطلاع على وضع السوق لضمان استمدارية تدفق الفواكه والخضروات وعدم حجبها او التلاعب باسعارها وقال الاشراف ان فرق التفتيش قد تضاعف عددها نظرا لزيادة المتطوعين الذين انضموا مؤخرا حيث التحق بادارة التفتيش مئة متطوع كدفعة ثالثة من المتطوعين وتقوم هذه الفرق بالتحقق من التزام المحال التجارية في توفير البيئة الامنة للتسوق عبر الالتزام بالارشادات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا واكد الاشراف على اهمية الوعي المجتمعي في هذه الفترة عبر دعم الجهود الوطنية في الحد من انتشار الفيروس بالبقاء في البيت وعدم الخروج الا للحالات المعيشية الضرورية معولا على الوعي العالي لدى المواطنين والمقيمين في تعزيز اتباع الارشادات الوقائية من اجل صحة وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر